السلام عليكم وياهلة ومرحبا فيكم قصتي اليوم بتاخذكم يعني الى عالم الامات بس قبل ما ابتدي بالقصة حب انا وهنا هذه القصة من دكتور طبيب شرعي مصري مشهور جدا وعنده كثير من الكتب اللي منتشرة في المكتبات وانشتريت كتابة حبيتها الكتاب عشان كده كل بين فترة وفترة بحط لكم قصة منه ما بيحرق لكم الاحداث خلونا ندخل بتفاصيل القصة حصلت هذه الحادثة في عام 2016 بالتحديد 20 يوليو الساعة ثلاثة الفجر والمكان في مشرحة زينهم بس خلونا نبتدي بداية الحادثة او بداية قصة هذولة اللي جايين المشرحة وكم عددهم وهل بنت او ولد وشنو حادثتهم او شنو قصتهم في حفل زواج تقليدي في وحدة من قراء مركز البدرشين التابعة حق محافظة الجيزة صار فيه عرص بسيط جدا بين محمود اللي عمره كان 29 سنة والعروس زوجته وفاء اللي كان عمرها 21 سنة طبعا هذا الزواج كان بعد حب عميق استمر ثلاث سنوات وبسبب رفض عائلة وفاء حق محمود وبعد محاولات جدا جدا عديدة من محمود هذا العامل البسيط اللي تقدم يخطب حبيبته اكثر من ست مرات لكن في كل مرة كانوا عمامها يوقفون ضده ودائما يرفضوه بحجة ان معاه يعني اعدادية ممكن من التعليمه وهي معاها معهد عالي شلون عاد يعني يصير في تفاهم ليش ما درست وكان رفضهم رفض قاطع وفاء ابوها للأسف كان متوفي من 19 سنة وهي عمرها سنتين بالضبط واخوها احمد كان عنده شهرين فقط المهم كانت امهم فاطمة هذه المرأة الحنونة الطيبة لما زوجها مات في حادثة يعني جدا مروعة حادثة تسير وهي طبعا كانت في عز شبابها ما فكرت ابدا في يوم من الايام ولا باي لحظة انها يعني تكون انانية وتعيش حياتها وهذا حق لها طبعا كل انسان لما يروح شرك حياتها تطلق او تترمل عادي انها تتزوج ترى الله حلل لكن بعضهم يأثرون حياتهم ويفنونها عشان اعيالهم هذا اللي صار في فاطمة قفلت باب بيتها عليها وربت الولد والبنت اما اخوان زوجها المتوفي رفضوا ويعطونها اي ميراث ويتحججون ان هذا الورث ملك حق هذه العيلة مستحيل احنا انفرط فيه وهذول اللي قال فيهم رب العالمين انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا هذه المسكينة فاطمة بعد ما صارت ارملة ومسؤولة عن ولدين صغار وتحملت مسؤوليتهم حست انها وحيدة وما لها اي سند الا رب العالمين ايش سوت راحت باعت كل ذهبها وفتحت محل صغير جدا محل احذية كانت اتبيع الاحذية او يعني الجواتي والنعل وانتو بعزة وكرامة وما رضت ايضا يعني تشلح الاسود طوال عمرها وهي لابستها حتى في يوم زواج بنتها المهم اعتمدت هنا فاطمة على نفسها وبدأت تشتغل علمت الاولاد وبنت احسن شقة وما اخذت ولا اجنيه واحد ولا طلبت مساعدة من اي شخص البنت لما كبرت بنتها وفا كانت متخرجة من معهد التكنولوجيا والولد في كلية الهندسة اعمامه اللي هم اخوان زوجها كانوا واقفين في وجه رغبة وفا اللي كان اصلا عاجبها هذا الرجل اسمه محمود وكان يشتغل في ورشة هذه الورشة ايه تسوي وتورد الاحذية حق محل امها كانت وفا شايفته رجال وطبعا بما ان حالته فقيرة ايه مقتنعة ان الفلوس مؤهي السعادة واكيد بيجي في يوم من الايام يعني رب العالمين يكرمه وراح يقدر يساعده ويهني طول حياته اما اعمامها شايفين لا هذا الرجل من البداية يبيله يعني دهر على بال ما يكون نفسه انتي شنو لك بهذا الزواج اللي يعني ما كدوحك هدح على قيلتهم وهذا الرجل فقير وبتعيشين حياة يعني بأسه ويشوفون ان هذا الرجل اكيد انه مو مستواهم كون انه هذا الشخص فقير مع انه الدكتور هذا محمد لما اخذ حاله حقتهم بدأ يسأل عن وظائف هذول العمام طلع انجح واحد فيهم كان يشتغل سباك وكانوا دايما يقولون اشلون محمود ما معاه الا اعدادية وبنتنا معاها شهادة كبيرة لما سأل الدكتور محمد اكتشف ان هذول العمام الثلاثة اصلا ما معاهم حتى يعني محول امية وظل يسأل يسأل عنهم اكيد طبعا انتو بتستغربون ليش هذا هذا وظيفته ورايح يتقس ويتسأل عن يعني احوال وعن خلفية عائلة هذه البنت وفاء لانه اللي راح يحصل بعد شوي خارج نطاق العقل البشري سواء من الاحداث او من الشي اللي شافه بعينه وسمعه بدونه واللي راح يفضل محفور في ذاكرة الدكتور طوال عمره هنا عرف كل شي تقريبا عن هذه الاسرة حتى بيتهم وشوارعهم وقرائبهم وجيرانهم حتى راح يعني عندهم وسألهم بالتفصيل وجه لوجه وعرف كل شي الا شي واحد ما قدر يتوصل له شنو بين هذولة العائلة والله سبحانه وتعالى يعني شلون يعني شنو الرابط العجيب اللي كان يربط افراد هذه العيلة الثلاثة فاطمة واحمد ووفا وبين ربهم سبحانه وتعالى يبي يعني يشبع فضوله ولا رب العالمين يبي اجازيهم يعني عشان يكونون عبره ولا شنو بالضبط اسئلة كثيرة وكثيرة يبي اجابتها طوال اربع سنوات من بعد ما مسك هذه القضية تعب عقلة وتعب تفكيرة وما لقى لها اي اجابة طيب تعالوا حق احداث القصة الام بدت تكبر تجارتها بشكل كبير وهذا طبعا توفيق وبركة كبيرة من رب العالمين حجم هذا العمل او المشروع كان يعني كبره يفوق التوقعات حتى زاد عن الورث اللي يبوني حصلونا من زوجها المحل هذا الصغير اللي مسكته اول مرة كبر وصار عندها اربع محلات كبيرة وكثيرة وفي نفس الوقت كانوا محافظين هذول العيلة على اسلوب معيشتهم البسيط جدا يعني ظلوا على نفس شقتهم الصغيرة نفس طريقة لبسهم نفس اكلهم وشربهم ما تغيروا نهائيا طبعا فاطمة بعد الحاح شديد من بنتها وفاء ومن محمود هذا وتعنت وتزمت الاعمام اللي يبوني في راسهم يصير وقفت وقفت الرجال اللي هي ام وفاء وبلغت محمود واعمام البنت انها موافقة وما راح توقف قدام رغبت بنتها وراح تزوج بنتها من هذا الرجل اللي اختارته وغصبا عن هذول العمام فهنا كملت مشوار الزواج وقالت حق بنتها وخطيبها محمود ما راح نسوي خطوبة بحكم ان حالة المادية حق محمود جدا ضعيفة حددت موعد الزواج يوم 20 يوليو عام 2016 نفس اليوم اللي صارت فيه الحادثة اللي بقولها لكم بعد شوي وفعلا تم الزواج بفرح وسرور وكان مسجل في كاميرا هذا التسجيل كله شافه الدكتور محمد الفيديو الخاص حق الزواج اتفرج عليه كان جدا سعيد ومرتاحين الاهل وما كان فيه شيء يعيق هذا الزواج ولا فيه اي شيء يعني محزن ولا فيه منظر بكة ولا ابدا شيء يثير الشبهة الام كانت دائما فقط تبكي حزن على بنتها اللي راح تبتعد عنها وراح يعني يصيرون اثنين في البيت اهي مع ولدها احمد اللي اصلا هذا كان طوال الوقت يعني عيونه تدمع وهو قاعد يطبطب على امه ويحاول انه يضحكها باي شكل من الاشكال وفا كل ما تجي عليها الكاميرا نظراتها كانت يعني شاردة ما هي وياهم في العرس وكانت على طول تبتسم لكن الابتسامة حقتها متوترة كانت تطالع امها واخوها وتدمع وتحاول انها تمسك وتسيطر على نفسها وانها ما تبكي كان محمود زوجها فرحان بشكل ما ينوصف الزواج هذا خلص على وقت تقريبا الساعة 11 المساء العريس هنا اخذ عروسته ورايحين على شقةه طبعا كانت الام واخو وفا رايحين يوصلوهم مع عدد بسيط جدا من عائلة محمود الى الشقة فاطمة كانت مجهزة لهم الاكل وكل الشيء يعني مرتبة الاوضاع داخل الشقة وصلوهم لحد باب البيت ومن بعدها حضنت بنتها وبكوا التنتين مع بعض ومشت بعدها هذه الام وبعد ما مشوا الناس دخل هذا اللي هو محمود مع زوجته اللي قفل عليها الباب وكان عقلة طاير من الفرح كان في البداية يبي يوريها على الشقة لان عندهم عادات النعيب العروس تشوف الشقة قبل يوم الدخلة قالت لا وفا لا مو الان بعدين بشوفها وعطته كيس قالت لا امسك يا محمود هذه الفلوس اخذها يمكن تحتاجها قال لها هذه فلوس ايش يا وفا قالت هذا فلوس امي تروح تنقط حق اللي بيتزوجون فترة الحنة فترة الخطوبة تنقط لهم تعطيهم يعني هدايا بسيطة من المبالغ المالية فاهم يردونها لها في حنة اللي هي هذه بنتها فجمعت وفا المبلغ وعطتها محمود قال لها محمود انا مو محتاجة خلي معك قالت لا لا انت اسمع كلامي اخذهم وبعدها تعالى بيك في حاجة قال لها شنو بعد فتحت الشنطة شنطة التجهيز وقالت لا استنى اخذت من الشنطة كيسة وكان في هذه الكيسة عشرين الف جنيه وعطت اياها وقالت له هذه اخذها عشان حق اي ظرف راح يجي تكون انت مستعد طالح قال لها حق اي ظرف تقصدين قالت لا انت اخذهم الان وبعدين نتفاهم فيهم اخذ المبلغ وحطه على جنب كانت جدا وفا فرحانة وسعيدة ومن بعدها قال لها محمود يلا تعالي خلينا ناكل اول وبعدين نصلي ركعتين سنة الزواج قالت لا لا راح اول اصلي وبعدين ناكل فهنا قعد اعاكسها ويقول لها كلام حلو محمود فقالت لا شوف انت خلك هنا وانا راح ادخل اغير هدومي وتوضى وصلي ركعتين شكر وبعدين راح اناديلك اتصلي معاي قال لها محمود طيب مثل ما تبين قامت وضحكت معاه سالفت ومن بعدها دخلت سوت مثل اللي قالت وقفلت الباب غيرت هدومها وطلعت تتوضى محمود شافها بلبس عروس ليلة تخلتها وصار يعاكسها ويقول لها كلام حلو لطيف قالت لا لما نصلي الاول وبعدين نكمل توضت وطلعت من الحمام ولبست حرام الصلاة وبعدها قفلت عليها الباب وبدت تصلي تأخرت كثير محمود راح وفتح الباب لقاها ساجدة وكانت يعني تدعي بصوت يعني مش واضح وبكى جدا شديد ما حاب يقطع عليها صلاتها ولا حاب يزعجها سكر الباب وطلع جلس في الصالة ينتظر وبينما هو كذلك ظل تقريبا ساعة الا ربع منتظر وهو طبعا ما استغرب من طول الوقت بالصلاة لانه يعرف من قبل انها كانت اذا جات تصلي الطول لانها كانت تدعي كثير حاب يتركها براحتها بعد تقريبا ساعة الا ربع رفع نظره محمود الا شاف خيال هذا الخيال وكأنه ضوء مجوف ورايح اتجاه الغرفة اللي تصلي فيها زوجته بالبداية لما جاء الخيال فكرها هي اللي طلعت من الغرفة وراح يطلع له الباب شاف الباب لسه مسكر فتح الباب وهو يضحك ويقول لها خير يا مولانا هو احنا هنقوم الليل بليلة الدخلة فما سمع ولا حس من زوجته ولا ابدا حركة ولا نسم وكانت زوجته ساجدة على المصلة لكن هالمرة مثل ما قلت لكم من غير صوت ومن غير بكة فهنا استغرب فجأ وحركها لكن تفاجأ انها طاحت على جنبها وما لقاها تتحرك ابدا ووجهها كان مبتسم صرخ وفتح الباب وصار يركب في الشارع يدور على اي دكتور ما في طبعا هالحزة او هالوقت هذا فما شافوها الا الجيران في زعولة وراحوا دخلوا العندة ظلوا يكبون على وجهها الماية هنا الجيران حس بالهم ان هذه المرأة مغمي عليها بعدين لما شافوها ما تتحرك شالوها واخذاها بسرعة في سيارة وطلعوا فيها على المستشفى هنا طبيب الطوارئ قال حق محمود البقاء لله هذه الكلمة غرزة خنجر في قلب محمود من شدة الالم طول عمره ينتظر هذه البنت يتزوجها وكان في حالة انهيار وأحلامها كلها ضاعت البنت اللي حارب عشان تبقى في بيتها تحت سقف واحد وشاف الذل وضاق الهزيمة والإهانة ثلاث سنوات عشانها وفي اليوم اللي انتصر وأخذها راح تطلع من هذا البيت وهي يعني في قبرها الدكتور لما شاف حالة الانهار ولما عرف ان هذه الزوجة توهم الزوجة ما صار لها إلا ساعتين قلق وهنا على طول بلغ الشرطة جاهنا الضابط وكان هذا ضابط صغير في السنة ومبتدئ ما عجبه شكل البنت اللي نايمة مثل الملاك خصوصا انه وجهها كان ما فيه عليه ولا نقطة مكياج وهنا قال لهم شلون عروس وما فيه عليها يعني ولا نقطة مكياج ولا باين عليها انها توهم الزوجة الجيران قالوا له انه كبوا على وجهها ما يكثير عشان تفوق من غيبوبتها لكن ممكن هذه الموية الكثيرة والفوط اللي مسحوا فيها وجهها مسحة المكياج شاف انه ما فيه فايدة يوقف على سبب الوفاة فكلم النيابة اخذ اذن من النيابة انه يودون هذه المرأة الى الطب الشرعي عشان كان هذا الضابط مو متضمن وفعلا عطوه الاذن ونقلوا البنت على مشرحة اسمها مشرحة زينهم هنا محمود ما كان مستوعب الشيء هذا اللي صار وحاسس انه كأنه في حلم وراح يعني يطلع منه بعد فترة معينة محمود كان لسه لابس البدلة حقته فقط نازع لغرافيت وكذلك الجاكت ومطلوب منه انه يوصل عروسته الى المشرحة ويشتري لها الكفن جات سيارة الاسعاف ونقلت هذه المرأة على المشرحة وكان ايضا محمود راكب معاهم كان محمود يطالع فيها وهو في حالة يعني انهيار تام كأن البنت هذي نايمة مثل الملاك مبتسمة في هدوء وطمأنينة يعني جدا غريبة ما جاء في بالا ولا لحظة معينة انه يعني يكلم امها او يكلم اخوها لانه اصلا مو مستوعب انه هذا صار له في ثواني الجيران هنا قاموا بالواجب وعلى طول اتصلوا باهلها الجثة وصلت واستلمها المساعد الدكتور محمد اسمه هشام فني التشريح فدخلها والام والاخ طبعا وصلوا وعلى طول جات الام تخيلوا تهدي زوج بنتها محمود بدون ما تقول لها شنو سويت الوانتي او يعني تفزع نهائيا كانت متماسكة وقامت تطبطب عليه من غير ما تتكلم ولا بكلمة وحدة واحمد اخوها لما تأكد ان اخته خلاص توفت راح الوحدة جلس في الميكروباص اللي جاي بهم وراح استند على الكرسي اللي وراه فهنا الدكتور محمد لما قالوا له عن خبر وفاة البنت يعني كان مو مستغرب ليش لان المنطق يقول لهم وايضا خبرتهم ان فيه تجي عروس ممكن بذلة مجهود كبير في الفترة اللي قبل فرحها عشان تجهز تجهيزات العرس وكانت اكيد يعني ما تنام بشكل كامل كانت قلقانة وممكن هذا المجهود ويوم العرس لا اكل ولا شرب مع شوية توتر وضغط نفسي اكيد ان هذه البنت جالها هبوط او ازمة قلبية وماتت لكن الشي اللي راح يصير هو الشي اللي ما راح يستوعبه عقل ولا بيخضع لأي قانون من القوانين لان ذاك اليوم لما كان الدكتور بايت في المشرحة مثل العادة اتصل فيه المصاعد هشام قال له يا ريس تعال حاليا جت عروسة متزوجة وما بقالها الا ساعتين فقط من زواجها فهنا الشك بدأ يعني يسري عنده فقام هذا وقال الدكتور محمد في حاجة صارت من الحاجات الاربع اللي تصير عند العروس وقت وفاتها في ليلة الدخلة يا هبوط عادي او ازمة قلبية او اختناق بالغاز الصخان يعني في الحمام او نزيف بسبب انها متزوجة توها جديد او ان العريس اكتشف انها مو بنت فقرر هنا ان ينهي حياتها هذول الاربع احتمالات اللي حطهم الدكتور محمد قال حق هشام جهزها ونجاي وفعلا نزل وطلب زوجها بسرعة عشان يكلمه الولد محمود كان في حالة توهان وسرحان وكان يعني منهار بشكل جدا كبير بس مجرد انه قال له انه هو اللي اسعى في البنت وهو اللي جابها استبعد هنا الدكتور سبب الرابع تماما ومستحيل يكون هو اللي له يد بالموضوع او انه فيه جناية مبدئيا من قبل الزوج سأله شنو اللي صار قال له انه كانت تصلي وحكى له القصة اللي قلتها لكم قبل فهنا الدكتور محمد كل اللي سمعه من محمود كان شي عادي لكن فيه يعني فقرة قالها محمود وكأنها شغلة تفكير اللي هو الدكتور محمد كلمة واحدة اللي هو شاف الخيال قال له طيب هذا الخيال شفت على الاجدار خيال شنو او انسان او حيوان شنو بالضبط قال له هذا خيال زي انسان بالضبط بس كان طويل جدا وواصل لحد السقف فهنا استغرب الدكتور وبينما هو يمشي في اللي هو الممرات المستشفى الا شاف وحده وجهها جدا جدا بريء قبل ما تنطق باي كلمة كنت عارف انها هذه امها وتبي اكيد انها تشوفها وممنوع اي شخص يدخل حق داخل المشرحة لكن هذه المرأة توها فقدة بنتها وهذه الليلة ليلة تفرحها هنا كانت المرأة فاطمة وجهها بريء بشكل يعني يشد الانتباه قبل ما تكمل كلمتها قلت لها انتي امها وطبعا اكيد تبين تشوفينها قالت لي ايه طبعا قلت حق الفني التشريحي شام دخلها داخل المشرحة فهنا استغرب مني وفتح الباب وفعلا دخلها وهنا طوال الطريق الى القاعة قاعة المشرحة يحاول هذا الرجل الدكتور يواسيها ويقول لها انتي صابرة وانتي انسانة مؤمنة ومتماسكة جدا وكل هذه وهي لسه ما شافت البنت اساسا فهنا وقفها برا القاعة وقال لها استني شوي فخلى هنا هشام يدخل ويشيل كل الادوات والمنشار والسكاكين والمشارط عشان الام ما تشوفها ولا تنهار وهذا الشي الوحدة لو تشوفها راح يقتلها فهنا طلبت منها ان يغطي البنت وما يظهر منها غير وجهها بس عشان لو في اي شي على جسم البنت هذه المرأة ما تشوفها ولا يعني تصير شوشرة في نص المشرحة دخلت القاعة ودخل وياها الدكتور وطالعت في وجه بنتها بنتها سبحان الله ملاك نايم مبتسم هادئ رزين مطمئن سعيد وجهها كان يعني جدا مضيء بشكل غريب وكأنها رايحة فرح الام شافت بنتها ابتسمت بهدوء وباست راسها وقالت لها طبتي حية وطبتي ميتة يا حبيبتي انا لله وانا اليه راجعون ولا اله الا الله لفت وجهها عشان تمشي بنفس الهدوء اللي دخلت فيه وانا كنت مستغرب منها شنو هذا الايمان والتماسك والصبر ما شاء الله تبارك الرحمن وصلت عند باب القاعة الا ما شافها الا داخت وكأنها بيغمع عليها فراح لها وسندها بسرعة وهو مع هشام وراح جاب لها كرسي وجلسها في الكوريدور اللي طبعا قدام الباب كانت المرأة دايخة شوي هنا الدكتور محمد يبي يطلعها بعيد عشان ما يبيها تشوف شلون هذا الدكتور وهو يشرح بنتها والام قاعدة برا مستحيل فحب انه يطلعها على يعني بعيد جدا وودها على غرفة يعني بعيدة غرفة الاشعة كانت في اخر الكوريدور تماما وهذه الغرفة بعيدة عن القاعة اللي سوي فيها التشريح جلسها هناك وطلبت تشرب ماية فراح على طول وجاب لها ماي وعصير من الثلاجة حقتها الخاصة فيه طبعا رفضت تشرب العصير واخذت شربة ماية نقطة فقط وحدة وطلبت منها انها تبي سجادة تصلى عشان تصلي فقام هنا الدكتور وجاب لها السجادة فرش لها اياها وبدت هذه المرأة تصلي تركها هنا في هدوء وفي خشوعها وطمأنينتها ورجع للقاعة التشريح هنا كانت لما دخل على غرفة التشريح شاف وفاء مبتسمة مبهرة وكأن وجهها وجه قمر اخذ كمصورة واضحة لها واضح تماما ان البنت هذه ما فيها اي اصابات ايضا تخلي يشتبه في احد واضح ان هذه البنت ما زالت بنت وما حصل يعني الدخلة في ذاك اليوم وواضح ان ما في اي سبب جنائي حق هذه الوفاء وان فعلا سكتة قلبية هي السبب الحقيقي للوفاء وبينما هو كذلك قاعد يشتغل طبعا دخل المشرحة باب القاعة وهو باب خشبي يتقفل على طول وراء اللي يدخل ويفتح من الاتجاهين الجزء العلوي فيه قزاز شفاف هنا هذا الدكتور محمد شاف رؤية وكأنها مشوشة الشي اللي شافه ما يقدر يوصفه لان نفس وصف محمود تماما كان يشوف شي طويل وواصل للسقف وكان على هيئة ضوء مجوف شفاف ووراه جناحين جاي باتجاه المشرحة والمشكلة والغريب في الامر ان المشرحة اصلا اضاءتها جدا قوية ومن قوة اضاءة هذا يعني الخيال كان مخفي على الاضاءة الموجودة في المشرحة وهذا الخيال جاي يتحرك لكن هو واضح تماما انه عنده رجول وكان يتحرك ببطء وثقة وجسمه ايضا صحيح واصل للسقف وبيتحرك في هدوء جدا غريب اتجاه غرفة الاشعة يقسم بالله هذا الدكتور انه هذا اللي شافه وما كان في تفكيره غير محمود والخيال اللي شافه رمى المشرط وعلى طول شال القفاز من يده فهنا راح يركب فتح الباب وتحرك بسرعة على غرفة الاشعة وهو في الطريق يقسم بالله انه ما نسى المنظر طول حياته وهو يمشي شاف هذا الخيال اللي شافه في الغرفة نفسه طالع من الغرفة اللي فيه هذه المرأة ام وفا اللي هي الحجة فاطمة طالع ورايح وهذا الخيال ايضا ضوء مجوف شفاف على هيئة بشر بجناحين جاي عليه فهنا وقف يطالع في هذا الخيال اللي جاي يعني باتجاهها فشافه قرب من عنده وعده من جنبه ولمسه من لما لمسه حس هذا الدكتور برعشة عمره ما حس فيها طوال حياته كل خلية بجسمه كانت تنتفض بشكل جدا غريب حتى انه حس ببرودة لدرجة التجمد وكأن كهرباء رهيبة جدا ماشية في الاعصاب حقه تشنت جدا رهيب في العضلات وكأن كل اجهزة جسمه وقفت عن العمل بدون احساس وفجأة يعني فحس ببرودة جدا قوية مدة ثلاث ثواني على نفس الوضع وهو في حالة بين الوعي واللاوعي من بعدها انتبه هنا وكأن يعني ركض عاشرة كيلو مترات بدون توقف يعني شفته الواحد اللي جاي منهك متعب من المشي هذا هو قام يسحب رجوله بشكل منهك اتجاه غرفة الأشعة لما دخل بهدوء رهيب شاف هذه المرأة فاطمة ساجدة على الارض وما في اي صوت ولا في اي حركة ناداها يحجة يست فاطمة ما ردت عليه نهائيا وراح وحركها على طول مالت على جنبها ما في اي نبض ولا دقات قلب هنا نقلها بكل هدوء على الكنبة اللي جنبها وعلى طول قاعد يطالع في وجهها يا سبحانك يا ربي نفس الوجه الملائكي المطمئنة نفس الابتسامة الهادئة الرزينة ابتسامة الرضا ابتسامة الراحة وكأن هذه المرأة شافت النعيم أخيرا سندها على الكرسي وسند راسها لورا وغمض عيونها واستغرب شنو هذي بينها وبين رب العالمين شنو مسوين هذولا في حياتهم اللي يظهر لهم طيف واثق وهادي ويروح يعني يتمشى ويخلينا احنا نشوفه إلا فجأة يشوف طيف طالع نفس الطيف اللي شافه في غرفة الأشعة وفي الممر يطلع من هذه الغرفة بدأ هذا الدكتور يستوعب أن هذه المرأة أيضا لحقت ببنتها وتوفت فهنا لازم يخبر الناس لكن الناس بره هرج ومرج والدنيا قاعدة تصارخ وتبي يعني نتيجة التشريح قاعد يفكر اشلون يطلع يقول لهم تعالوا خذوا جثة الأم والبنت طلع هذا الدكتور نظر حق وفا فاستغرب لما طالع في وجهها أن ابتسامتها زادت يعني أكثر ضعف من المرة الأولى وأيضا شاف عيونها إلا معان بدون مبالغة وكأن هذه البنت شافت شيء فرحها وأسعدها ممكن التقت في أمها الله أعلم فهنا هشام قاعد يطالع يقول في إيه يا ريس شنو اللي حاصل في هذه المشرحة قال له بهدوء انتبه فهنا طالعها وطالع ابتسامة وفا ورجع هشام وكأن صابتها صاعقة لما شاف أمها أيضا توفت ولا نطق بأي كلمة طالع عليه محمد وقال له شوف لي أقرب ناس حق هذه البنت فاطمة أبي أروح لازم أخبرهم بس بهدوء لكن هشام ضل واقف مثل الخشبة متفاجئ من اللي صار ما هو عارف شن يتصرف ما هو قادر يتحرك ولا كأنه سمع محمد قام هنا محمد وفتح الشباك أو النافذة وكان يعني مو متزن نظراته رايحة جاية فنادى محمود وقال له تعرف أحد من أهل حماتك قال لجوجها ميت وهل هم قاطعينها من فترة قال له طيب تعالى بي أتفهم إياك دخل هنا محمود وقال له يعني ما عندها إلا هذه البنت قال له محمود لأ عندها ولد ثاني اسمه أحمد قال له الدكتور طيب وين هو قال لي والله من ساعة من لما سمع الخبر جلس في الميكروباص ما تتحرك منه هذا هو الميكروباص اللي هناك أشر عليه فتح للباب الدكتور ودخله وأخذ بهدوء اللي هو محمود حق غرفة الأشعة شاف حماته انهار تماما وقعد يبوص في أياديها وقعد يتكلم مع الدكتور محمد وقال له تعرف أنه هذه من أطيب خلق الله هذه المرأة من أنظف وأرق وأحسن الناس اللي قبلتهم في حياتي كانت تعرف تعطيني الفلوس وتقول لي روح اشتر الشبكة لخطيبتك وبعدها تحلفني على المصحف أني ما أجيب أي سيرة ولا لأي مخلوق ولا حتى البنتها أن المبلغ أخذته من هذه الأم وأيضا كانت تعطيني فلوس وتقول لي هذه هدايا حق خطيبتك وتحلفني أيضا أني ما أقول لها ولا أقول حق أي أحد من وين مصدر هذا المبلغ حتى أصلا فلوس الزواج تخيل هي اللي عطتني إياها كل هذا تكثلت بكل شيء هذه المرأة النظيفة الطاهرة هنا محمود انهار من البكاء وحاول هنا الدكتور محمد يستغل الموقف وقال له بص يا محمود بقى يعني من واجبنا أن نحن نخلص بسرعة هذه الإجراءات بكل هدوء ومن غير أي شوشرة أنا رح أجيب دكتور الصحة هنا وراح أخلص الإجراءات كلها يا محمود عندك ما يثبت أنك زوج بنتها؟ قال لا لا والله لسه أنا ما خبت القسيمة قال له طيب وين ولدها؟ قال له ولدها بره قلت لك في الميكروباس قال له طيب أنا بروح أطلع حق ولدها وانت خلك هنا وراح أجيبه بهدوء عشان يعني يعمل الإجراءات اللازمة وانطلع الناس هذوله فهنا وهو يمشي حس أنه في شي غريب يحصل فهنا راح بكل هدوء على الميكروباس اللي قاعد فيه أحمد أحمد كان مثل ما قلت لكم كان جالس في آخر الكرسي وصاند راسه على اللي هو النافذة فهنا دخل عليه وكان ما يبيص دمه فتح الباب وطلع جلس يمه أبدا محمود يعني كانت الدموع خفيفة في عيونه مبلولة وما التفت لعند الدكتور أبدا قال الدكتور محمد أنت يعني إنسان مومن إنسان يعني تعرف ربنا وصابر بما حكم الله لك ما رد عليه هذا الرجل نهائيا اللي هو أحمد فقام حرك إيده يبي يقول للخبر بشكل هادئ لكن شاف إنه يده بسرعة طاحت ووقعت وأحمد مات الدكتور هذا حس بشعور غريب حس إنه يعني ما يبي أحد يوصل في نفس الإحساس اللي هو في مكانه ذاك اليوم الناس واقفة من بعيد واتطالع على الدكتور وهو أصلا يطالع شي يقول الولد ميت والأم ميتة والأخت أيضا ميتة شنو هذا الثلاثة أفراد ميتين في نفس الوقت أو الأم اللي كانت جاية تاخذ جثمان أخته ماتت وهي في المشرحة شلون سند راس هذا الولد على الكرسي وراح يشوف الناس في هرج ومرج ينتظرون وتتكلم بزعيق وصوت عالي يبون يعرفون ما كان يسمع الناس والناس التموا حوالي يبون يعرفون الخبر شنو حصل لهذه العيلة إلا أهو يركض يدخل ما هو عارف شنو إجابة هذا اللي شافه بعيونه الابتسامة نفس الابتسامة اللي على الأم واللي على البنت فقال لهم البقية في حياتكم العائلة هذه ماتت برمتها الناس بدأت تصرخ ترفع راسها وهو راجع على المشرحة معارف شنو اللي صار قدامه كان بس يفكر إنه ممكن هذا حلم طلع على مكتبة من غير أي كلمة قفل عليه الباب من الداخل وانهار تماما مستغرب شنو اللي حصل له وليش أيضا كاش شعر جسمه ويسأل نفسه شنو اللي بين هذول الثلاثة وبين ربهم شنو العهد اللي أخدوه إنهم يعيشون مع بعض ويرحلون مع بعض البنت اللي ماتت أول يوم تبتعد فيها عن أمها وأمها وأخوها يموتون في أول يوم أيضا ما يشوفونها فيه وشنو مغزة وهدف هذه الابتسامة الهادية من هذول الثلاثة وشنو اللي شافه تحت معقول وهل لما كان خارج من غرفة الكهرباء هذا اللي كانت في جسمه من وين هل راح هذا يعني الخيال حق أحمد وليش ظهر له وليش أيضا في المشرحة أسئلة كثيرة الدور في بال الدكتور محمود وهل الموت أثناء السجود سهل بهذا الشكل أسئلة غريبة مثيرة شنو هذا الهدوء شنو هذه السكينة اللي ختموا فيها حياتهم كل الأحداث هذه ما أخذت تقريبا نص ساعة من بعد وفاة هذه البنت تغير فيها أحداث بالقامل غسل وجهه هذا الدكتور وقام ذاقي اليوم صاير يوم الجمعة وراح في مسجد أقرب مسجد للمشرحة اللي هو مسجد السيدة زينب وهنا يقسم بالله هذا الدكتور إن كان هنا الإمام يقرأ ويتلو آية لازم أقولها لكم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعوا النزلا من غفور رحيم أختم التلاوة بالآية الكريمة وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم سبحان الله الثلاثة هذولة كانوا على طولات في المشرحة وكأنهم يعني نور طالع من وجههم وكأن هذولة أيضا الناس ما لهم علاقة بهذا الزمن حاول هنا الدكتور محمد يدفع رسوم الغسل والتكفين حق الثلاثة لكن محمود رفض قال أنه وفا عطتها فلوس يوم العرس وقلت لكم أنها عطتها عشرين ألف وعطتها قيمة النقوط هذا الفلوس وكأنها فلوس يعني مراسيم العزة والتكفين وإلى آخرة ولما رفض قالت له أكيد رح تحتاجهم طبعا هنا الدكتور أخذ العنوان وحضر صلاة الجنازة والدفن وهنا ظل جالس مع محمود يحكي له كل تفاصيل الحادثة وشنو هذول العيلة شنو خلفيتهم فهنا الدكتور محمد صار هذا محمود أعز أصدقاء إلى اليوم عشان بس شغلة وحدة يحكي له عن الحجة فاطمة الله يرحمها فهنا الدكتور من خبرته وتجربته في المشرارح تشريح الموتى يقول صلح أي خطأ أو أي حق بينك وبين أي شخص لا تخلي في ذمتك أي حاجة وكذلك بينك وبين ربك ولا تنسى أن كل اللي فوق التراب راح يكون تراب ما في شيء مستاهل طبعا هو حاط صور حق هذه الحادثة ما أخذنا هذه الصور من المشرحة لكن الصور مش واضحة أدري بتقولون حطيها حتى لو ما هي واضحة بحطها لكم يلا هذه نهاية قصتنا لليوم أنتظر تعليقاتكم على الفيديو لا تنسوا تحطوا لي لايك واشتراك وتعليق على الفيديو ترجمة نانسي قنقر